احتفلت مديرية الأمور الطبية العسكرية ومركز الأطراف الصناعية للعلاج الطبيعي باستلام المنحة الخاصة للأطراف الصناعية من قبل الحكومة الألمانية بحضور ممثل وزارة الدفاع معاون رئيس أركان الجيش للإدارة الفريق الركون عبد الأمير الزيدي ووزير الدولة البرلمانية الألمانية والسفير الألماني والملحق العسكري في العراقة وعدد من كبار الضباط في الوزارة وضباط صنفي الطبابة نحن طبعا سعداء جدا لتقديمنا الدعم للجنود البواثر العراقيين الذين فقدوا أطراف من جسامهم في هذه الحرب على داعش فلديك نحن سعداء جدا بتقديم كل المساعدة والدعم لهم المنحة هي تشمل عدة بنود البنود هي تتكون ليس فقط من أدوات اللي هي أدوات التشغيل نفسها والملائمة ولكن أيضا الأطراف الصناعية في حددتها ساق يد قدم ولكن أيضا المفاصل وهي مفاصل معقدة هذه المفاصل الصناعية التي ستقدم الرعاية المثلة لذين فقدوا أطراف صناعية الحكومة الألمانية والشعب الألماني كان طيلة فترة محاربتنا مع داعش هم داعمين وخاصة في الجانب الطبي سبق هذه العملية أيضا منحة من قبل الحكومة الألمانية بعشر مستشويات متنقلة ميدانية وهذه المنحة التي تقريبا ما يقارب 500 قدم بملحقاته لأغراض دعم المقاتلين الذين فقدوا أقدامهم في المعارك نتيجة مقارعة داعش وبدورنا نقدم شكرنا جزيل الحكومة والشعب الألماني على هذا الدعم المستمر تعد هذه المنحة داما لشريحة الجرحى من قواتنا المسلحة فقدي الأطراف وأنه بواقع المركز لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال صناعة الأطراف الصناعية والتأهيل الطبي للأطراف العليا والسفلة اليوم تحققت زيارة للوفد الألماني إلى مركز الأطراف الصناعية بمناسبة المنحة الألمانية إلى مركز الأطراف الصناعية واللي ستساهم إن شاء الله في تقدم عمل المركز وإنجاز المزيد من الأعمال للمقاتلين الأبطال في سبيل تدليل الصعاب وارجع من الحياة الطبيعية إن شاء الله هذه المنحة تتكون من 500 مادة يعني تساهم في إنجاز العديد من الأطراف الهيدروليكية وأطراف الميكانيكية والمفاصل ومفاصل القدم والأقدام الكربونية وهاي بحد ذاتها راح تشكل طفرة في عمل الأطراف الصناعية إن شاء الله الحقيقة اليوم أقيمت احتفالية استلام المنحة الألمانية اللي اضمنت 500 مادة تخص الأطراف الصناعية من المفاصل الهيدروليكية والهوائية والميكانيكية وهذه المنحة تصب في خدمة جرحة من أبناء قوات المسلحة الباسلة والمركز الأطراف الصناعية يقدم الخدمات العلاجية لكافة الجرحة من أبناء قواتنا المسلحة الباسلة وهذه المنحة سوف تزيد من تقديم الخدمات العلاجية لهم إن شاء الله تعمل مديرية الأمور الطبية على تجهيز كافة المواد الطبية لشريحة الجرحة عرفانا لما قدموه من تضحيات لجيشنا الباسلة لعلام وزارة الدفاع حنان محمد اشتركوا في القناة